الناس تحتاج إلى فقه الأدعية الشيطان وأهل البدع يدخلون للناس من هذا الباب من باب الأدعية وأنت يوميا بلا جدال وبلا مراء وأنتم في مجموعات في الواتساب مع قراباتكم أو مع جيرانكم أو مع أصهاركم وأنسابكم وأحبابكم أو مجموعة العمل والوظيفة تجد يرسل يوميا أيها الكرام الفضلاء من الأباطيل ما الله به عليم وأنا حقيقة أريد أن أسمعكم هذه الرسالة أتتني من عدة أماكن أتتني من عدة أماكن حقيقة يعني من داخل المملكة حرسها الله ومن خارج المملكة يعني انتشرت هذه الرسالة نتشار نرفي الهشيب أنا أسمعكم شيئا منها فهل وصل لكم هذا أو لم أصل لكم واليوم أحد الإخوة أرسل أيضا في المجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاحك الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أصلك طيب وخير بس اللي حصلت ليقى بخلاطة سبيع مليون ساعة ثمانية ونصف الصباح كل عادة أروح البحر وأصبح اللي حصل إن شاء الله أني دخلت في دوامة صغيرة سحبتني بين صخرتين أنا شبت جسبي نشب بين صخرتين ما قدرت أخرج منها حاولت بكل الطرق حاولت تحرك حاولت أصحب نفسي منها ما قدرت فجأة رقيت نفسي فوق البحر ونكب بمتر روحي حسيت أنها انتصلت عجزة دي هنا جاتكم هذه الرسالة يا شباب جاتكم هذه في قرابة ثمانية عشر دقيقة واربعين ثانية أتتكم ولا ما أتتكم نعم أتتنا يا شيخ أي ممتاز هنا ركز هنا هنا لما قال لك انفصلت روحي عن جسدي ركزتم فيها ركزتم في هذا الكلام ولا لا سمعتوه ولا عيدو سمعناه شيخ نسمعناه أيوة البلوة كلها هنا يعني هذه الرسالة تنسف من هنا هذا الذي يسمى أيها الكرام الفضلاء خرافة الخروج من الجسد أو السفر بالجسد وهذا الذي يسمى بالإسقاط النجمي هذا الذي يسمى بالإسقاط النجمي وهو من ترهات الميتافيزيقية وهذا يدخل إلى أبواب الإلحاد هذه البدايات التي تؤدي إلى الإلحاد والدعاء علم الغيب وهذا أو ما يسمى بالجسم الأثيري أو ما يسمى بالجسم الأثيري ركزوا معي الله أرضى عليكم ركزوا معي جيدا في مثل هذا هذا هو الذي يخيل لك ماذا هذا هو الجسم الأثيري يخيل لك أنك تنتقل إلى عوالم مختلفة عالم الملائكة عالم الجن عالم البرزخ وأنك ترى الأموات وأرواح الأموات بل تنتقل في أزمن مختلفة يعني ممكن ترجع للماضي وتذهب للمستقبل وهذا اللي هو في الرسالة هذا هو الذي قاله صوتيا يعني هو هذا الذي قاله أنا أسمعكم له هذا هو الذي قاله بالفعل أنه هو شاف أشياء وعوالم اسمع اسمع بالتفاع متر على البحر وكنت أشوف نفسي بين الصخرتين أقول أن هذا يعرف هذا الإنسان يشبه لي رحصت؟ لحظتم؟ يقول لك أشوف مين هذا الإنسان يشبه لي؟ عرفتم الآن الآن بدأ يدخل فين؟ في خزعبلات وترهات انفصال الروح عن إيش؟ الجسد أو ما يسمى بالجسم الأثيري أو ما يسمى بالجسم إيش؟ الأثيري يبدأ الآن يدخل في هذه الخزعبلات والميتافيزيقية والأشياء هذه التي تؤدي بالإنسان أنه يتلاعب به الشيطان ويتلاعب به إبليس لأنه ما يذهب لتلك الأماكن دائما نذكر بحديث خولة بنت حكيم عند مسلم رضي الله عنه وأرضاه قالت قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله اتمنى من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل هذا لتعلموا لأولادكم تعلموا لأنفسكم لما تروع عند البحر للبحر هذه أماكن من أماكن وجود الجن والشياطين والأذى والضر أيها الكرام الفضلاء تعلموا أولادكم مثل هذه الأذكار ومثل هذه الأشياء طرعت إلى البر رحت الحديقة رحت إلى نزهة إلى أي مكان حتى إذا ذهبت إلى مكان ومقر عملك وأنت بدأت تستقر على الكرسي لتبدأ مهام العمل أو إلى مدرستك أو إلى وظيفتك تقولها الدعاء أعوذ بكلمات إلها تمت من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل وإحنا قد استفضنا في شرح هذا الحديث لما مر معنا في كتاب في قلدع والأذكار ولما مر معنا أيضا في كتاب الترهيب والترهيب ولما مر معنا أيضا في رياض الصالحين كل هذه الكتب اسمع الآن لبقية هذه الخزعبالات سبحان الله العظيم حتى يمكنت البحر بين الصخرتين عمق يمكن أثنين متر تقريبا أقل أو أكثر بشيء بسيط فجأة رقيت نفسي فنفق مظلم ظلام عمري ما شفت مثل الظلامات ظلام حالك سبحان الله العظيم يعني كلنا أنا أعرف أن الظلام اللون الأسود لكن اللون الأسود اللي في الدنيا يختلف على اللون اللي أنا شفته الآن يزعم أنه كان في دار الآخرة أرأيتم أنه انفصل جسمه عن روحه جسد انفصل جسده عن روحه أرأيتم حصله ما يساهم بالجسم الأثير عرفت إلى أنه دخل في عوالم أخرى أرأيتم كل هذا هذا الذي يسميه أيها الكرام الفضل أهل العلم كما قلت لكم الخروج من الجسد أو السفر بالجسد أو الإسقاط النجمي أو الإسقاط النجمي وأيضا يزعمون أنك تنتقل بوعيك وأنت نائم يعني الجسد فقط يكون نائم بينما عقلك في حالة يقضى كما تسمعون من كلامه وأنك أنت تنتقل إلى العوالم وإلى الأزمنة وهو عبارة عن إيش هذا هو الجسد الأثيري هو جسم من الطاقة هو الذي ينفصل عن الجسم المادي هو واللحم والشح والرأس وإلى غير ذلك ويبقى بقربه أثناء النوم أنظر وهذان الجسمان يكونان متصلين بحبل فض يربط بينهما هذا طبعا سذاجة خرافة أو هام ترهاد زندق إلحاد يسموه علم للأسف الشديد لذلك تنتبه أبدا وهل تعلم هذا له مدربون وله أيضا زبائن وأيضا وخيالات إلى غير إلى غير ذلك لذلك إحنا محتاجين أن نحن نرجع نقرأ التوحيد من جديد يا شباب ندرس التوحيد من جديد رسالة دي انتشرت انتشار النار في الهشيم لأن الناس جاهلة بالتوحيد نرجع للتوحيد من جديد ونعلمهم بأن الجن لا يرى وأن الملائكة لا ترى وأن الغيب لا دي أبجديات هو لا نتكلم فيها أن الغيب هذا لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله حتى النبي ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغ رسالة ربيهم وأحاط بما لديه مؤحصى كل شيء عدد النبي عليه الصلاة والسلام عائشة في الصحيحين تفقد لها عقدا استلفت من أختها أسماء رضي الله عنها تتزين به النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في غزة والمستلق والعقد تحت البعير والنبي نائم بجواره عليه الصلاة والسلام ويبحثون ويبعثوا سيد بن حضير ومعه آخران ليبحث عن العقد ويأتي الناس لأبي بكر في القصة المشهورة قصة آية التيممم يقولون انظر إلى عائشة ما فعلت بنا وما فعلت برسول الله وحبستنا ولسنا على ماء ولا عندنا ماء يعني ما في بير وإلى غير ذلك حتى نزلت آية التيممم فقال وسيد ما هي بأول بركاتكم آل أبي بكر فلذلك احنا محتاجين المشايخ الدعاء طلبة العلم خطباء المساجد اجعل لك في كل جمعة في الشهر اجعل لك جمعة في الشهر تكون في العقيدة ويبدأ في شرح كتاب التوحيد للشيخ بن عثيمين لخص باب باب عندك 63 باب حتى تغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناس وهذه الأمور تتكشف لك يوم بعد يوم أن نحن نحتاج إلى ذلك ولذلك ما يساهم بالجسد الأثيري أو انفصال الجسد إلى غير ذلك هذا عبارة عن خرافة ويبنى عليها صروح من الكذب كما سمعتم في هذه الثمانية عشر دقيقة يبنى عليها صروح من الكذب على هذا المدى على هذا المدى الطويل ويدخل في سلسلة من الأكاذيب ليس لها واقع في الوجود هذا يكون تعرض لمثل هذه الأشياء وتعرض لمثل هذه وده هذه جاية من فيل منين NLP Nervous Lagnostic Programming اللي هي هذا الطاغوط الكبير الذي يسمى بالمرمجة اللغوية ليش العصبية فيقول لك استرخي وقول أريد أنا استرخي 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 ولذلك كان فيه دكتورة اسمها فوز كوردي هي أول من تنبهت لهذا الأمر في ما يسمى بالبرمجة العصبية ولها ردود جميلة وهي عندها رسالة ما يجسره دكتورة في العقيدة لما سئلت عن ما يسمى الجسم الأثيري هل له أصل في الشرع ولا مجرد توقعات سحر خزعبلات قالت ما يسمى بالجسم الأثيري اللي هو الانفصال يعني انفصال الروح هكذا يزعم كما صاحب المقضع هو مبني على نظرية قديمة تفترض وجود مادة الأثير وهي مادة مطلقة غير مرئية الهواء يعني اللي يتملغ فراغ الكون هذا اللي يقولك الأثير أريستو سمها العنصر الخامس the fifth element وجعلها عنصرا stable وهونرابل عنصر الشريف وسامي وثابت not changeable وغير قابل التغير والفساد والعلم الحديث يثبت أنه ما في شيء اسمه الأثير لكن الفلسفات القديمة بقيت متعلقة بهذه الأمور وطبعا هذا الآن أصبح مع وجود الابليكيشنز والتطبيقات هذا أصبح الآن يروج في أي واحد عند جوال ينزل تطبيقات استشفائية تدريبية من هذه الفلسفة مستمدة من هذه من هذه من هذه الفلسفة فلذلك أصبحوا يلتميسون مثل هذه الأشياء يقولوا إذهب إلى البحر ويعيش هذا الأمر واسترخي هناك مثلا أو أن تكون في مجال السباحة يحصل لك بعد ذلك انفصال الروح عن الجسد ثم تبحر هذه الأرواح في عوالم في عوالم أخرى في عوالم أخرى وعملوا عليه أبحاث تثمى الانسبريشن ريسيرش أو الأبحاث الروحية ثم جعلوها عبارة عن حقائق علمية إلى غير ذلك وانتشرت مثل هذه مثل هذه الأشياء وبدوا يقسموا لك الأجساد هذا الجسم البدني أو الأرضي هذا الجسم العاطف وجه الجسم العقلي وهذا الجسم الحيوي ما يسمى بالجسم الأثيري إلى غير إلى غير ذلك طيب أساس حياتها منبع صحتها وروحانيتها وسعادتها وللأسف في غفلة الناس وبعدهم عن التوحيد انتشر هذا المعتقد في أوساط المسلمين للأسف الشديد وتم الترويج له وعقدت له دورات وترينينج إلى غير ذلك وأصبح يقول لك تحضير الأرواح إلى غير ذلك مثل هذه الخزعبلات وهذا الاعتقاد بالجسم الأثيري هو نفس الاعتقاد بالعقل الباطن هو نفس الاعتقاد بالعقل بالعقل الباطن فكل أيها الكرام الفضلاء كل هذا المقطع هو عبارة عن نوع من هذا الإسقاط النجمي وهذه الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من التي ما أنزل الله بها من من سلطان ولذلك يذكرني هذا سبحان الله قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع الرجل الذي كل يوم يقول لك أنا أبيت فين في الجنة يقول له كده يقول له كل يوم أبيت في الجنة كيف قالوا تبيت في الجنة قالوا تعالو والله أروح معك وأبيت معك في هذا هذه الجنة التي أنت التي أنت تبيت فيها أروح أنا معك هذا الرجل يا أخواني هذا الرجل سبحان الله كان يتردد لشيخ الإسلام ويسمع منه العلم رأيتم يتردد لشيخ الإسلام ويسمع منه العلم ثم انظروا بعد ذلك أين انتهت أمره رعاكم الله انتهى أمره أنه يقول لك أنا كل يوم بنام فين بنام فين في الجنة فذهب مع شيخ الإسلام وقال له طيب خلاص خلينا نكون معك في الجنة هذه فأخذه وجلس به في الليل ولما قبل أن يطلع الفجر قال هيا الآن سنرتحل نرجع قال له لا الشيخ الإسلام قال له لا لن نرجع حتى تشرق الشمس علينا ما نمشي لحد ما يطلع الفجر فلما بازغ الفجر إذا هو في مزبلة من مزابل من مزابل إيش من مزابل الشام رأيتم كيف يلعب الشيطان بالإنسان أيها الكرام الفضلاء فتاب الرجل وامتنع عن الخزعبلات التي هو قد وهم نفسه وهم نفسه بها لذلك أيها الكرام الفضلاء ينبغي أن ننشر التوحيد ومن يعرف صاحب هذا المقطع يناصحه في الله تبارك وتعالى ويبين له أنه الذي هو فيه كان خطأا ومن تلاعب الجن به والجن هي التي لعبت به وخدعته بأنه قد خرج من الجسم وأصبح في العالم الأثيري إلى غير ذلك ورأى مثل هذه الأشياء وكلها أيها الكرام الفضلاء من الترهات ومن الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان بل وهذه أيضا يتعامل بها عبدت الشيطان يعني ممكن الإنسان يكون سبحان الله دخل في ذلك تلاعب به الشيطان ما قال الأذكار ولا حافظ عليها ثم بعد ذلك يصدق هذه الكذبة ثم تأخذه رويدا رويدا وشيئا فشيئا فشيئا حتى يجد نفسه أنه العياذ بالله قد خرج من الدين وهو لا يدري بل يقول أهل العلم إن ما يسمى بالإسقاط النجم أنه يستخدمه بعض الناس كباب من الخروج من الهروب من العالم الحقيقي يعني هو يكون عنده مشاكل عنده ترابلز يعيش فيها فيبدأ أنه يدخل في هذه الخزعبلات لكي يخرج من عالم الجسد إلى عالم الروح عرفتم أيها الكرام الفضلاء وأيضا يؤدي بالناس الذي يكون عنده نوع من عدم التوازن أو ما يسمى بلوسيد دريم هذا كله يدخل به في مثل هذه الأشياء ويدخل به في مثل هذه البلاية إنه أصبح إنسانا خارقا إلى غير ذلك فتتحول عنده إلى مثل هذه الأمور وكما قلت لكم هناك دورات تعقدوا العياذ بالله في بعض الولدان يقول لك كيف ممارسة الإسقاط النجمي للمبتدئين وأيضا يعملوا دورة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ويبدأ يتأثر بتقنيات تعتمد على التصور والإبداع واستخدامات التقنية وفي طريقة اسمها طريقة الصباح الباكر وهذه تم إنشاءها بوسطة واحد اسمه ويليام بوهلمان هذا أيتم وده اللي حصل لصاحب المقطع لو بيقول لك أنا بروح الصبح فين عند البحر هي طريقة الصباح الباكر فهو يقول لك الخطوة الأولى The first step اختيار وقت الإسقاط النجمي وحدد الوقت الذي ستختبر فيه الخروج من الجسد وقبل عدة ساعات تبدأ أنك تذكر نفسك بالهدف الذي أنت مركز عليه أنك تريد أن تخرج منه بهذه بهذه الصورة بهذه الصورة ولذلك الأمر يعني جد خطير وطبعا هناك في طريقة اسمها طريقة الحبل وهذه الطريقة اللي أنشاها واحد اسمه Steve Jones يعني بلاوة كثيرة في هذا الباب نحن لا نريد أن نفتع للناس باب شر لكن فقط المناسبة استدعت بنا إلى ذلك لأننا مع فقه الأدعى والأذكار لابد أن نحافظ على هذه الأذكار أيها الكرام الفضلاء ونحافظ على أن نحن نبتعد عن الوقوع في مثل هذه الخزعبلات التي ما أنزى الله بها من سلطان بالذات البنات يا جماعة خذوا بالكم من بناتكم انتبهوا للبنات انتباهة كبيرة البنت الآن في يدها الجوال وتفعل ما تشاء وتغلق بابها عليها وتكون مع أختها الثانية أختها الثالثة في البيت وكل واحدة تغطي على الثانية اقتربوا من بناتكم أيها الكرام الفضلاء وأيضا الأم مسؤوليتها كبيرة مع البنيات أن تقترب من البنات وأن تأخذ منهن ببال الأمور جدا تحتاج إلى انتباهة كبيرة جدا جدا أيها الكرام الفضلاء يعني ما يأتينا من استفسارات ومن أسئلة شيء يشيب له يشيب له الرأس ترجمة نانسي قنقر